صحيح أنه ورد في البلاغ بأن الحكومة عبرت عن الارتياح الكبير وتدمين القرار دير جلالة الملك لكن لابد أن أعيد تسليط الضوء على هذا القرار الكبير الذي بالمناسبة جلالة الملك دائما كان مع القضايا الهوياتية والقضايا التقافية لبلادنا فهذا حدث كبير يستحق كثير من تسليط الضوء لأن بلدنا في كل محطة محطة تحقق مجموعة من المنجزات في مجال الترسيخ الهوية الوطنية المغربية المتعددة الروافيد وطبعا المتعددة التقافية فسمحوا لي لابدت هذه البداية لأنه شخصيا ينتبوني اعتزاز كبير وفخر كبير بهذه اللحظة الكبيرة جدا والتي تؤكد مرة أخرى بأن المغرب يعني ليس فقط غير الدستور الدستور يؤكد هذا لكن اليوم عبر قرارات كبيرة تاريخية يقودها جلالة الملك ويقود إصلاحات كبيرة في مجالات مختلفة ومتعددة